بسم الله الرحمن الرحيم و أهلا بكم في كورس تغذية أمراض الجهاز الهضم السفلي أو القولون بإذن الله حنبدأ بأول محاضرة في الكورس اللي هي آلية الامتصاص و أسباب سوء الامتصاص في الجسم طيب في البداية حنبدأ بخطوات الهضم والامتصاص في الجسم بشكل مبسط جدا نبدأ بالفم والبلعوم وفي الفم والبلعوم عنده هضم ميكانيكي و هضم كيميائي الهضم الميكانيكي يكون عن طريق الحركة أو اللي هي زي المضوء والبلغ والهضم الكيميائي يكون للكربوهيدرات والدهون طيب بعد كده انتقل الطعام عندي من الفم للبلعوم و للمريء وبعد كده للمعدة في المعدة عندي هضم كيميائي و هضم ميكانيكي و عندي الابداء الامتصاص يعني بداية الامتصاص للمغذيات تكون في المعدة كيف الهضم الميكانيكي يكون في المعدة يكون عن طريق حركة المعدة وبروبولوشنز اللي هي التعجي او حركة المعدة طيب والهضم الكيميائي يكون عن طريق الانزيمات الموجودة في المعدة البروتين والفات و امتصاص المواد الذائبة في الدهون زي الكحول والاسبرين بعد كده انتقل الاكل عندي للامعاء في الامعاء عندي الحركة الميكانيكية في الامعاء هي السيجمينتيشن او الحركة الدودية والهضم الكيميائي يكون للبروتين والبروتين بصورة بولي بيبتايتز و نيوتنينك اسيد والدهون والكربوهيدرات و امتص في الامعاء عندي البيبتايتز اللي هي صورة مبسطة للبروتين وبروتين وبروت الأمينو أسيد او الاحماد الأمينية والجلوكوز والفاركتوز اللي هي الصورة مبسطة للكربوهيدرات والدهون والماء والمعادن والبيتاميلا في الامعاء الغنيضة عندي برضن اللي هي الحركة الدودية او اللي هي تسويه للهضم الميكانيكي ولا يوجد هضم كيميائي في الغريضة يوجد عندي البكتيريا البكتيريا هذة تقوم بتخمير المغذيات وإعادة امتصاصها للجسم وامتصاصها اللي هي الايونز أو العناصر والماء والمعادن والفيتامينات والجزيئات العضوية طيب نبدأ اول شيء بالامعاء الدقيقة او الاسموالة تستن تنقسم الى ثلاث اقسام الدودنم او ما يسمى بالاثنى عشر والججنام والايليم معظم عملية الهضم تكون في الجزء الاثنى عشر او التيدنم بعد كده انتخل الاكل الى الججنام والايليم يتم فيها ايش امتصاص المواد المهضومة في جزء الدودنم او الاثنى عشر طيب هاد الصورة تبيني الافرازات اللي تجي من البنكرياس والمرارة وغضم المغذيات في الامعاء طيب نبدأ وشي بافرازات البنكرياس البنكرياس يفرز لي شيء اسمه بايكربونيت او البيث او القاعدة هاد المادة القاعدية هاد والانزيم اللي هو يخضم ايش الكربوهيدرات والفات او الدهون والبروتين في طبعا تفرز هاد الانزيمات في جزء الدودنم فبالتالي يكون اغلب هضم المغذيات في جزء الدودنم طيب المرارة تفرز شيء اسمه البايل اسيد او القصار الصفراوية هذه القصار الصفراوية تقوم باستحلاب الدهون في جزء الاثنى عشر بعد استحلاب الدهون وهضمها في جزء الدودنم تنتقل المغذيات هذه المغضومة الى جزء الدودنم والايلية ويتم امتصاصها في هذه الجزئين طيب لو جينا قربنا للامعاء حالاقي نتوءات في جدار الامعاء هذه النتوءات تسمى فيلس او فيلاي هذه يكون فيها ايش الاوعية الدموية والاوعية الليمفاوية وهذه اللي تقوم بانتصاص المغذيات طيب الاوعية الليمفاوية تسمى ايضا باسم lymph resistance او لاكتيل ايش تقوم الاوعية الدموية هذه والاوعية الليمفاوية تقوم بنقل الموادر هي ممتصة خلاص الى جميع جزء الجسد طيب المواد اللي هي ذائبة في الماء زي فيتامين سي وفيتامين با تقوم الاوعية الدموية بانتصاصها ونقلها الى جميع اجزاء الجسد اما المغذيات الذائبة في الدهون تنتقل الى الاوعية الليمفاوية بالتالي الى جميع اجزاء الجسد طيب ستارش او اللي هو النشا عن طريق شي اسمه السلايفري امايليز يجي من الغدد ايش اللعابي طيب بعد كده انتقل السارش هادنا والجلايكو جين الى الامعاء ويتم تكسيره عن طريق البنكرياتيك امايليز اللي جاي من البنكرياس الى لاكتوز ومالتوز وسكروز هذا تسمى دايت سكرايز اللي هي السكريات الثنائية طيب تتكسر عندي السكريات الثنائية هادنا او الداي سكرايز عن طريق انزيمات اللاكتوز له انزيم خاص اسمه لاكتيز يكسر لي لاكتوز الى غالكتوز وجليكوز اللي هي ابسط صورة للكربوهيدرات والمالتوز له انزيم اسمه مالتوز يكسر لي هو الى جليكوز وجليكوز والسكروز برضنه عنده انزيم اسمه سكرايز يكسر لي هو الى جليكوز وهو فاركتوز طيب القالكتوز والجليكوز والفاركتوز هاده تسمى سكريات احادية او مونوسكرايز وهذه هي اللي يهضمها او عفوا ان يمتصها الجسم طيب البروتين عندي طبعا نوع من البروتين اندوجينيس واكسوجينيس يعني بروتين داخلي يجي من طريق الانزيمات والخلايا واكسوجينيس بروتين وهو هذا اللي يهمني هو البروتين اللي جاي من الاكيم طيب اول املية هاضم البروتين تتمفين بالمعدة عن طريق انزيم اسمه بيبسين بعد كده نجين عندي البنكرياتيك انزيم زرية جاي من البنكرياس الامعاء تكسر البروتين الى احماض امينية والاماينو اسد وايضا الى سمول بيبتايتز سمول بيبتايتز هاده هي الصورة مبسطة للبروتين يتم تكسير السمول بيبتايتز هاده عن طريق الاماينو بيبتايتز الاماينو اسد او احماض امينية وهذه ابسط صورة للبروتين اللي يمتصها الجسم طيب الدهون الدهون طبعا زي ما قلنا اول عن طريق العصارة اصلاف روية يسر لها استحلاب بعد كنا بالايبيز بنكرياتيك لايبيز اللي هو الانزيم اللي يهضم الدهون الجاي من البنكرياس يكسر لي الدهون الى مونو غلايسرايد وفي فاتي اسد اللي هو احماض دهنية وهذا المونو غلايسرايد عن طريق برضو العصارة الصفراوية تتكسر الى تراي غلايسرايد او الدهون الثلاثية وبعد كده برضو تكمل تكسيرها الى ان تنتقل الى الاوعية اللينفاوية ويتم امتصاصها ونقلها الى جميع اجزاء الجسم طيب نجري الجزء الثاني من الامعاء اللي هي الامعاء الغليظة او القولون طيب في القولون يعني عملية الانتصاص تكون جدا بسيطة مقتصرة على الماء والاملاح مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكلور وفيتامين كيل اللي هو انتجته البكتيريا الموجودة في القولون وايضا يتم تصنيع فيتامين با 12 طيب البكتيريا الموجودة في القولون البكتيريا هاته تسوي تخمير للمواد او المغبيات اللي لسه ما امتصر وتعيد ايش امتصاصها وتمتصر على زي ما قلنا الماء والاملاح وتحتفظ بالفضلات اكرمكم الله والمواد الغير مهضومة وبعد كده تخرجها خارج الجسم طيب عندي هادنا المخطط هاد المخطط يوضنح لكل جزء من اجزاء الجهاز الهضمي ايش المواد اللي تنتص فيه نبدأ بالدودنا او ال 12 طبعا زي ما قلنا اول انه تجين افرازات من البنكرياز زي البايكربونيت ومن المرارة اللي هو البايل او العصارة السفاوية هاد الاثنين تسوي له هاد الملجأ معظم المغذيات زي الكالسيوم الماغنيسيوم والزينك والجوليكوز والقالكتوز والفركتوز اللي هي ابسط صورة من الكربوهيدرات والامانو اسيد والدايبيبتايتز والترايبيبتايتز هذه ابسط صورة من البروتين بعد كده ننتقل الى جزء الججنم يتم فيه انتصاص المواد الدائبة في الماء والمواد الدائبة في الدهون والدهون والكلسترال وفي الايليم يتم انتصاص فيتامين باع 12 وفي القولون اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم وفيتامين كيل اللي هو صناعته لنا البكتيريا طبعا انتصاص الماء طيب نجي لأسباب سوء الانتصاص أسباب سوء الانتصاص تكون عن طريق مثلا امراض او عمليات جراحية او التهابات وعدودية ومن امثلة هذه الامراض زي مرض السيلياك اللي حنتطرق اليه باذن الله وايضا مرض كرونز اللي برضو حنتطرق اليه باذن الله وعندي كمان تدمير الامعاء عن طريق الاشعة وايضا العلاجات اللي تعالج تسارع النمول البكتيريا الموجودة في الامعاء الدقيقة وايضا عندي العدوى الدودية والجراحات كيف يعني الجراحات الجراحات مثلا اذا اضطر المريض الى استقصال جزء من الامعاء هال الجزء اللي المفروض كان يمتص مغذيات معينة اختفى فبالتالي هال المغذيات ما في الجزء اللي حينتصها وايضا لنصار عندي عمليات جراحية واستقصال لعضو البنكرياس وبالتالي ما يكون عندي الانزامات اللي المفروض دهن للمغذيات زي البروتين والكربويترات والدهون فبالتالي يكون عندي سوء انتصاص لهذه المغذيات طيب في بعضنا الامراض الاخرى زي مرض الايض او فيروس نقص المناعة وبعضنا الادوية بعضنا الادوية زي الانتيبيوتكس او اللي هي المنطدات الحيوية المنطدات الحيوية عملها انها تقني على البكتيريا وهي ما بتميز بين البكتيريا النافعة والبكتيريا الطارقية بتدمر جميع البكتيريا الموجودة في الامعاء فبالتالي تضرر الامعاء النافعة اللي تقوم بتخمير المغذية وبالتالي يصير عندي سوء امتصاص طيب وايضا كمان عندي العمليات الجراحية لعلاج السمنة زي التكميم وعملية تغيير المسار برضها تؤثر لي على امتصاص المغذيات ايضا التهاب المرارة وامراض الكبد وعدم تحمل بروتين الحليب البقري وايضا عدم تحمل بروتين الحليب الصوية هذه بشكل عام هي الاسباب اللي تسبب لي سوء الامتصاص وان شاء الله حنتطلق لي الامراض اللي هي زي كرونز والتهاب القلون التقرحي ومرض سيلياك والتهاب القلون العصبي وكيف ننحد من اعراضها عن طريقة تغذية العلاجية الطبية باذن الله وشكرا على حسن استماعكم